اشتركوا في القناة كلنا يعرف بأن النظام الحاكم في الجزائر لا يعتبر إسرائيل عدوة له بل يوظف القضية الفلسطينية من أجل الشيطانة المغرب داخل أوساط الفلسطينيين لكنه طبعا فشل لأن المغرب أكد مرة دائما على أنه يعتبر القضية الفلسطينية بالنسبة إليه هي قضية هامة وقضية مركزية النظام الحاكم في الجزائر تاجر وما زال يتاجر بالقضية الفلسطينية ويوظف شعار مع فلسطين ظالمة والمظلومة لضغدعة مشاعر الجزائريين قصد نيل شرعية طبعا مفقودة هذا النظام الذي قمع الجزائريين عندما خارجوا في أول جمعة نصرة للقضية الفلسطينية ثم قام بمسيرات سيارها بنفسه تلك المسيرات التي رفعت خلالها شعارات ضده وليتأكد على أن هذا النظام فاشل على المستوى الداخلي وفاشل على المستوى الخارجي وما عنده حتى تأثير على القضية الفلسطينية وكنا شفنا كيف احتضم الفصائل الفلسطينية في مؤتمر السلفيات غايته إلا التقاط الصور وليست غايته الأساسية أنه يساهم في حل القضية الفلسطينية اشتركوا في القضية